تعمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على تسريع وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من خلال تبني الحلول المبتكرة حسب ما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء يأتي ذلك تحقيقا لرؤى جلالة الملك المعظم الهادفة لتنمية وازدهار الوطن تبني الحكومة الحلول المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص في تلبية الطلبات الإسكانية هي أحدى التوجيهات المهمة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الداعمة لتطلعات المواطنين وتنمية وازدهار الوطن بما يحقق رؤى جلالة ملك البلاد المعظم التي تمثل أساسا لمنطلقات العمل الحكومي ويؤكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استمرار مساعي الحكومة لصياغة حلول مبتكرة للإسكان تضمن الإسراع بوتيرة الإنجاز بالشراكة مع القطاع الخاص ولذلك تسعى وزارة الإسكان على جعل التوجيهات والرؤى نص بعينيها من خلال عمل دؤوب ومتواصل عبر توفير مجموعة من الحلول البديلة والخيارات المتعددة التي تتيح للمستحقين فرصة الاختيار الملائمة وبما يحقق الأهداف التنموية المنشودة واتخذت وزارة الإسكان مجموعة من المسارات لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم ومن أهمها بناء مدن إسكانية عصرية ومتكاملة بالإضافة إلى تدشين البرامج والخدمات التمويلية التي تمنحها الوزارة من خلال برنامج تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة وهي البرامج التي تقدم للمواطن مجموعة من خيارات الشراء أو البناء كما دشنت وزارة الإسكان برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بهدف توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص وقد تم تنفيذ أول مشروع من هذا البرنامج وهو مشروع سهيل بعدد 132 وحدة سكنية كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالإضافة إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ ثمانية مشاريع إضافية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص هو أساس تحقيق التنمية المستدامة في المجال الإسكاني ولذلك أولت مملكة البحرين هذه الشراكة أولوية كبرى سواء على صعيد توفير التمويلات الإسكانية أو المساهمة في تنفيذ المشاريع والتي لاقت خياراتها إقبالا واسعا من المواطنين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة